بعد ايام على الغاء وزارة الصناعة والتجارة قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج بسبب متغيرات تقول الوزارة انها طرأت على كلفة الانتاج دون ان تحددها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت انها تلقت مئات الشكاوى حول ارتفاع اسعار دجاج انتفات بين 30 الى 40 قرشا للكيلو مقارنة مع اسعارها خلال شهر رمضان المبارك واعتبرت الجمعية ان هذه الارتفاعات غير مبررة خاصة ان الانتاج يغطي السوق بنسب تتراوح بين 100 الى 130% وكلف الانتاج في هذا الوقت من السنة تكون اقل منها في باقي ايام السنة داعية المواطنين الى مقاطعات تأشراء لحين عودة الاسعار الى ما كانت عليه في السابق بدوره اكد الاتحاد النوعي لمربي الدواج اهمية ايقاف تصدير لحوم الدواج الاردنية وبيض التفريخ مؤقتا حتى تعود الاسعار الى مستوياتها الطبيعية حيث تقدر كميات تصدير بيض التفريخ بالاف الاطنان غلاء كبير يعني صار ما بعرف كيش نصت يعني وصار مزارع وصار رفعت الناس والحكومة ولا هذا ما بعرف مش لازم انه هالقدة يرتفع يعني الوحد يرتفع عشر قرش عشرين قرش نص دينار في الكيلو كتير اكيد رح يكون الاثرة كبيرة يعني زي ما ارتفعت عنا العديد من المواد الاساسية خلال الفترة الماضية كاملة الجاج بصدروا بره من هو صوص صغير بيودوا بره صدر بصدروا لعراقه مش عارف مش عاسيني مشكلة الشاب العيان شكرا